اختراق أمني خطير لإحدى أكثر عواصم العالم تحصيناً طائرتان مسيرتان تتجاوزان المحظور وتستهدفان الكريملين مقر إقامة الرئيس الروسي بوتن حدث طرح تساؤلات عدة حول كفاءة إجراءات الدفاع والمراقبة التي تفرضها روسيا حول مركز صنع قرارها حيث يحيط بالعاصمة موسكو درع صاروخية لردع أي هجمات نووية كانت أو استراتيجية بالاعتماد على منظومات دفاعية تصنف من بين الأفضل في العالم مثل منظومتي S300 و S400 بينما تتكفل منظومة الدفاع بانسر والتي توصف بأنها حامية سماء موسكو بحراسة المواقع الحيوية من المقاتلات والمروحيات والصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة والحساسة وتعتمد روسيا أيضاً إجراءات أخرى لحماية الكريملين إذ تعمل على تعطيل أنظمة الملاحة الجوية والأرضية والاتصالات خلال تحركات رئيس وقيادات الصف الأول فهل يشكل هذا الحدث خرقاً أمنياً أم مجرد تمثيلية لتبرير هجوم مماثل قد يستهدف مقر إقامة الرئيس الأوكراني